أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أم حسب الذين اجترحوا الاجتراح هو الاكتساب ومنه الجوارح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي عملوا السيئات واكتسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أي ليسوا سواء ولا يمكن أن نجعل من عمل الصالحات وامتثل ما أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمن اجترح السيئات فهم ليسوا سواء لا في حياتهم ولا بعد مماتهم ليسوا سواء لا في حياتهم ولا بعد مماتهم فلا نساوي بينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعدله قال ابن عطية عند قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات هذه الآية متناولة بلفظها حال العصات من حال التقوى أي لا نجعل الكافرين كالمؤمنين ولا نجعل المطيعين كالعاصين ولا نجعل المتقين كالفجار ولذلك هذه الآية يسميها السلف مبكات العابدين ثم قال سبحانه وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أي الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بعدله وبعدله قامت السماوات والأرض فلا يمكن أن يساوى بين المتقين والفاجر لا يمكن أن يساوى في عدل الله سبحانه وتعالى وفي حكمه وبعدله قامت السماوات والأرض أن يساوى بين أهل الإسلام وأهل الكفر ثم قال الله سبحانه وتعالى أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسناً فعله ومهما رآه قبيحاً فركه وعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لا يهوى شيئاً إلا عبده وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ تحتمل معنيين أحدهما وَأَضَلَّهُ اللَّهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَحَقُّ الْإِظْلَالِ والآخر وَأَضَلَّهُ اللَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وهذا يستلزم الأول ويعود إليه ثم قال سبحانه وتعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها ولهذا قال فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فمن يهديه من بعد الله أي إذا أضله الله فمن يهديه نسأل الله لهداية هذه الآية يقول العلماء إن فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عنه كفار قريش فإن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه فمن يهديه من بعد الله أن من أراد الله إضلاله فلن تستطيع هدايته يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم أي ما هذه الدار أو ما هذه ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخر هذا تفسير معنى نموت ونحيا قالوا نموت ونحيا أي يموت بعضنا ويعيش بعضنا الآخر ثم هؤلاء الذين عاشوا يموتون ويحيا قوم آخرون هذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى نموت ونحيا القول الثاني نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا وقت وجودنا أي نموت أي كنا سابقا لا شيء ثم حينا الآن ثم حينا الآن القول الثالث في معنى قولهم نموت ونحيا أي نموت حين نحن نطفة ثم نحيا بالأرواح فينا ثم نحيا بالأرواح فينا القول الرابع نحيا ونموت فوقع في اللفظ تقديم وتأخير أي ما هذه الحياة الدنيا إلا موت إلا حياة وموت قالوا أن فيها تقديم وتأخير قدم الموت على الحياة وخلاصة هذه الأقوال الأربعة سواء الذين قالوا هذه أو تلك خلاصة أنهم ينكرون ينكرون البعث والمعادة إلى الله سبحانه وتعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم الضمير لاعود إلى كفار قريش والآيات هي آيات القرآن أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله قادر على إحادة الأبداء بعد فنائها وتفرقها ما كان حجتهم إلا أن قال أتوب آبائنا إن كنتم صادقين الله عليكم هذه حجة وقررنا أن المعاد إنما يكون يوم يوم القيامة المعاد إنما يكون يوم القيامة لا يوم الدنيا الدنيا مثل لو قلت لطلابك اجتهدوا حتى تنجحوا ولا ترسلوا ترى لي إيش قال لي إيش قال لي يهمل ترهب يرسل قال يا الله أنا راسب الآن قال ما بعد أتى وقت الانتحان ما بعد الذي وقت بوقت لم يأتي بعد ولذلك قولهم ائتوا بآبائنا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي أبائه وقد جعل نبيه عيسى عليه السلام من آياته أنه يحيي يحيي الموت لكن الإحياء العام الذي يحيى به الناس كلهم وقته متى وقته يوم القيامة وإلا أفراد الإحياء حصل في هذه الدنيا قل الله يحييكم قل الله سبحانه وتعالى يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي قل الله يحييكم أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود فأنتم لا شيئا قبل أن تكونوا شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أي هذا الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى فإن الذي خلقكم من عدم وجعل لكم السمع والأبصار قادر على بعثكم بعد بعد موتكم قادر على بعثكم بعد موتكم كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق وهو أهون علي ثم يعيده وهو أهون علي ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجسات قال الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأن كل ما هو آت قريب ثم قال الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية يخبر سبحانه وتعالى أنه مالك السماوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة يخسر المبطلون أي الكافرون الجاهدون بما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله بهذه الحقائق العظيمة المتقررة الواضحة قال ابن أبي حاتم قدم سفيان الثورية المدينة فسمع الغاضرية تكلم ببعض ما يضحك به الناس فقال له يا شيخ أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون قال فما زالت تعرف في الغاضري حتى لحق بالله عز وجل أثرت فيها هذه الآية وترى كل أمة وترى كل أمة الأمة هي الجماعة العظيمة من الناس التي قد جمعها معناً أو وص شامل لها جاثية أي على ركبها من الشدة والعظمة ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزهر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على ركبتي حتى إبراهيم الخليل الأمم من غير فرق بين أهل الأديان فكل أمة تكون جاثية على ركبتها سواء تلك الأمم المتبعين للرسل أو غيرهم من أهل الشرك ثم قال الله سبحانه وتعالى كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى كتاب أعمالها ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتابنا قيل أنه هو اللوح المحفوظ أي هذا كتابنا أي اللوح المحفوظ يطابق ما كتب عليكم من أعمال الذي كتبته من الحفظة الملائكة وقيل المراد هذا كتابنا أي ما كتبته الحفظة وأضاف الله سبحانه وتعالى الكتاب إلى الأمة الأولى قال هذا كل أمة تدعى إلى كتابها وهنا أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه فقال هذا كتابنا لأن الإضافة تحصل بأدنى ملابسة فإضافته إلى الأمة لكون أعمالهم مثبتة فيه وإضافته إلى الله لكونه مالكه وأمر ملائكته بكتابته واضح أخواني المسألة إذا قلنا إن هذا كتابنا هو اللوح المحفوظ هل هناك إشكال في الإضافة؟ فهذا كتابنا أي لوح المحفوظ؟ يصدق ما جاء بكتابكم وما كتبته الحفظة لكن إذا قلنا أن قال الله عز وجل هذا كتابنا المراب به كتبت كتاب الأعمال فهنا يظهر عندنا إشكال أولا لا وهو إضافته إلى الله وقبل قليل أضافه إلى من؟ إلى الأمم وعرفنا جواب أولا لا لأنه هو الذي أمر الملائكة بكتابته إنا كنا نستنسخوا نعم سيأتينا إن شاء الله واضح يا أخواني الفرق بين الإضافتين هنا وهذا على قول من قال لا إذا كان على اللوح المحفوظ لا إشكال في الإضافة ولا لا لكن إذا كان المراد بقوله تعالى هذا كتابنا أي كتاب الأعمال فالجواب ما سمعتم فالجواب ما سمعتم إنا كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون النسخ هنا بمعنى الكتابة أي نكتب ما كنتم تعملون والنسخ هو الكتابة من أصل مكتوب فيكتب مرة أخرى قال الواحدي أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم فيجدون ذلك مطابقاً وموافقاً لما كانوا يعملون لأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير منذ قبل أن يخرج السماوات والأرض إنا كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون أي الملائكة ينسخون ما كانوا يعملونه من من اللوح المحفوظ فيكونوا مطابقاً ها؟ لأعمالهم فيكونوا مطابقاً لأعمالهم قال ابن عباس في قوله تعالى إنا كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بعيدهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم عن العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً ثم قرأ إنا كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين كفروا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين ذكر الله حال الطائفتين من المؤمنين والكافرين وفرق بينهما في الذكر ليتبين الأمر في نفس السامعي فإن الأشياء تتبين بذكر أضدادها معها والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء وقلنا أن القرآن مثاني فإذا ذكر أهل الإيمان ذكر أهل الكفر وإذا كذكر جزاء الإيمان ذكر جزاء الكافرين قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة فمجرد الإيمان وهو التصديق وهذا يشهد لقول أهل السنة والجماعة فإن الإيمان عندهم قول وعملت جوارحهم الأعمال الخالصة الصالحة الموافقة لشرع الله عز وجل فيدخلهم ربهم في رحمته ورحمته الجنة كما ثبت في الصحيح أن نبي صلى الله عنه الله تعالى قال لجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ذلك هو الفوز المبين أي البين الواضح والفوز هو نيل البغية أي ذلك الفوز الواضح الجليء الذي ليس بعده فوز كما يخبر في آيات سابقة بالفوز العظيم كلها صفات بفوز المؤمنين يوم القيامة بالجنة فهو مبين واضح يراه كل أحد كما أنه عظيم لأنه لا بؤس بعده نعيم دائم وأما الذين كفروا أي ويقالوا لهم ذلك تقريعا وتوبيخا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم يعني يقالوا لهم بهذا متى يوم القيامة عندما يروا نعيم الله عز وجل لأهل السعادة كأنهم يقولون ونحن لماذا لا نكون مثلهم وفي هذا أم حسب الذين اجترحوا السيئات كأنهم قالوا ولم لا ندخل مثلهم قال الله عز وجل أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سباعها وكنكم بذلك قوم مجرمين أي في أفعالكم مع ما اجتملت عليه قلوبكم من التكذيب فهو في غاية الإجرام أن تتلى عليكم آيات الرحمن فتستكبرون وتصدون وقلنا أن لهم حالتين في عندما يسمعون آيات الله تتلى عليهم اربطوا بين هذا وبين ما ذكره الله عز وجل في أول سورة الحالة الأولى كأنه لم يسمعها يصر مستكبراً كأنه لم يسمعها يتجاهلها تماماً الحالة الثانية أن يسخر بها ويستهزئ وهنا أتى الجزاء وهنا أتى جاء وأما الذين كفروا أفلم تكن آيات تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم عن اتباعها واستكبرتم عن سماعها واستكبرتم وذلك باستهزائكم بها وكنتم قوماً مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق كنا نقول لكم سيأتي اليوم الذي سيجاز به المؤمن وسيجاز به الكافر وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها قلتم استكباراً واستهزاءاً واستبعاداً ما ندري مساء لا نعرف ساعة ما يهلكنا إلا الدر إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع قلتم ما ندري ما الساعة أي لا نعرفها إن نظن إلا ظنن سبحان الله شوفوا استكباراً قالوا ما اكتفوا قالوا ما يدري بساعة قالوا إن نظن إلا ظنن أي نتوقع وقوعها أي نتوهم أن وقوعها شيء مرجوح مظنون نسبة وقوعها قليلة عندنا ليست بيّنة ليست واضحة وهذا هو الفرق بين الصلاح وأهل الفساد فإنهم لا يؤمنوا بالساعة لا يمكن لأحد أن يؤمن بالبعث وأن هناك جنة ونار أه ويعمل غير ذلك يا أخواني ولذلك من أكان الإيمان الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر باليوم الآخر لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر يا أخواني كيف يعمل؟ ولذلك هؤلاء قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنن وما نحن بمستيقنين ما نحن بمتحققين من وقوع الساعة يتكلمون هم الآن متى؟ بعد وقوع بعد وقوع الساعة يا أخواني ثم قال الله سبحانه وتعالى وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب والنكال وكانوا يستهزئون بآيات الله ومنها هذه الآيات التي الآن هذه الآيات ما تنزلت يا أخواني هذا التصوير القرآن يصور حالهم يوم القيامة ما تنزل؟ ألم يسمعه كفار قريش؟ قم سمعوا هذه الآيات لكن مشكلتهم إما أنهم استكبروا فكأنهم لم يسمعوها أو استهزئوا بها قالوا هذا الذي يعيدنا محمد بالساعة هذا كذب هذا هو رأى والقرآن يتكلم ويؤكد على هذه القضية فهم علموا واستمعوا لحالهم قبل موته وأن هذا مصيرهم وسيكون هذا الحوار وسيقولون هذا الكلام يوم القيامة ومع ذلك إيش؟ شوف هذه السورة كلها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم هل قريش أخواني ضلت على علم ولا على غير علم؟ ضلت على علم فإنهم ما ضلوا إلا بعد ما نزل القرآن وكان القرآن ينذرهم بكرة وعشية كما أن بني إسرائيل مختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم وإذلك قال الله عز وجل وقل الض تلوض على علم site وقال إلى اليوم ننساكم أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم لماذا؟ كما نسيتم لقاء يومكم هذا والجزاء من جنس والجزاء من جنس العمل أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به وقال ابن عطية معناه يترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا فلم يقع منكم استعداد له ولا تأهبتم فسميت العقوبة في هذه الآية باسم الذنبي ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل فيقول بلى يا رب فيقول أفظن أنت أنك ملاقي أظن أنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني وهذا من تفسير القرآن بالسنة ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا أي إنما جزيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها وغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم فأصبحتم من الخاسرين فاليوم لا يخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة ولا الاعتذار ولا مجال أصلاً للاستعتاب ولا أنهم قالوا إنا نظن إلا ظنّا ولا أي شيء فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين السبب ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا آيات الله هزوا كما قال في آية الله يسمع آيات الله تُثلى عليه ثم يُصر مستكبرة والحلوة إذا علم من آياتنا شيئاً اتخذا هزوا فبين هذه الآية ترابط وثيق في أولها وآخرها وهي تحكي قضية واحدة وواقعة واحدة لكفار قريش فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون المأوى لما قال الله عز وجل ومأواكم الموضع الذي يسكنه الإنسان ويكون فيه عامة أوقات كلها أجمع ثم لما ذكر سبحانه وتعالى حكمه في المؤمنين والكافرين ذكر أهل الإيمان وعملهم وجزائهم وذكر كذلك أهل الكفر قال فلله الحمد رب السماوات فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض أي المالك لهما وما فيهما رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض يعني السلطان وهو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري ثم ختم السورة بقوله وهو العزيز الذي لا يُغالب ولا يُمانع الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدَّسه وكما افتتح السورة بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ختمها بقوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم فأول هذه السورة وآخرها متفق قال ابن عطية قوله فلله الحمد إلى آخر السورة تحميدٌ له تعالى وتحقيقٌ لألوهيته وفي ذلك كسرٌ لأمر الأصنام والأنصاب وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الجاثية وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين